من كتاب خطة الحياة لروبرت أشتون نقرأ لكم هذه المادة تقبلت هنينة بمجرد فتحك لهذا الكتاب تكون قد اتخذت خطوة مهمة باتجاه تغيير حياتك إلى الأفضل ولكن هذا لا يعني أن أقول إن الحياة التي تعيشها الآن خاوية وينقصها الكثير فكل ما هنالك أنني أعرف أن كل واحد منا لديه الإمكانية لأن يعيش حياة أكثر سعادة وإشباع لدى كل منا الكثير الذي يود تغييره أمور لا نشعر بأنها تحت سيطرتنا تماما أو في متناولنا ولعلك قد حاولت بالفعل أن تغير بعض الأمور ولم تفلح محاولتك لا عليك فالأمر المهم حقا هو أنك مستعد لمواصلة المحاولة حتى تنجح لا يوجد تعريف محدد للنجاح فالنجاح هو أي شيء تقرر أنه كذلك فهو أمر شخصي وما قد يجعل أحد الأشخاص يشعر بأنه ناجح ربما يجعل شخصا آخر يشعر بأنه فاشل فثمت قدر كبير من هذا الأمر يتعلق بما تشعر به أنت وما تراه أنت إذا كنت ناجحا ويمكنك الإقرار بهذه الحقيقة فستشعر بالسعادة والإشباع غالبا ما ينجم النجاح المستديم عن جهد متراكم وعدد كبير من الخطوات الصغيرة فالأمر ليس مجرد الاندفاع نحو هدف شديد الصعوبة بل إنه بالأحرى يتعلق بالعمل على مجموعة متنوعة من جوانب حياتك عليك أن تصمم خطة حياتك بحيث تناسب حياتك وطموحاتك واحتياجاتك الخاصة إن فن تغيير حياتك إلى الأفضل هو أن تجعل كل خطوة فيها يمكن إدارتها والتحكم بها فالخطوات القصيرة العديدة قد تجعل الرحلة أطول لكنها تكون آمنة أما الوثبات العملاقة الهائلة فيمكنها أن تكون منهكة للغاية ويكمن بها دائما خطر الانزلاق والسقوط اشتركوا في القناة